وسط تحذيرات رسمية لبنانية وصلت سفينة Energy Power لاستخراج الغاز لصالح إسرائيل إلى حقل كاريش في المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها مع لبنان وهو ما دفع برئاستي الجمهورية والحكومة الاعتبار أي نشاط إسرائيلي في المنطقة المتنازع عليها بمثابة استفزاز وعمل عدائي في وقت ينتقد فيه متابعون بطء الإجراءات اللبنانية لحفظ حقوق البلاد وثرواتها النفطية للأسف الكلمة الوحيدة اللي منقدر نوصف فيها الوضع اللبناني إزاء كل هالتحذيرات والتجهيزات طبع العدو الإسرائيلي لحتى يبلش ينتج الغاز من حقل كاريش هو كلمة التخبط والضياع وعدم الاتفاق إذا داخليا بعدنا لهلأ منا متفقين على شو هي حدودنا الجنوبية هالتخبط الداخلي والصراع الداخلي يلي بيّن للعلن وكان جدا واضح وأضعف الموقف اللبناني وخاصة أضعف موقف الوفد المفاوض للأسف يلي كان عنده مثل ما بيقولوا الجوكر أو الأيس كارد بإيده يلي هو الخط 29 أدى إلى التمادي الإسرائيلي يلي اليوم عم نشوفه حزب الله من جانبه وعلى لسان أكثر من مسؤول أكد أنه لن يسمح الإسرائيل باستخراج الغاز من المياه الإقليمية قبل انتهاء المفاوضات غير المباشرة مع لبنان وبحسب خبراء استراتيجيين قد لا يذهب الحزب باتجاه عمل عسكري مفتوح مع إسرائيل لكنه سيعمل على رسم قواعد اشتباك بحرية حول ملف الغاز أي تدخل عسكري من حزب الله في البحر أو بصواريخ أو بزوارق ممكن أن يؤدي إلى اشتباك مع جانب الإسرائيلي وهذا الاشتباك يمكن أن يتطور إلى الحدود البرية مع لبنان ما حداً بده حرب لا إسرائيل بناسبه في الوقت الحاضر لإشعار الجبهة هو لا حزب الله يناسبه إشعار الجبهة الجنوبية لأسباب عديدة لبنان الغارق بأزماته الاقتصادية قد يجد بنجاح المفاوضات لترسيم الحدود الحل المنشود وإن كان الحل متأخراً في وقت باتت فيه إسرائيل قاب قوسين أو أدنى من استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه لا يزال لبنان يعول على مهمة الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل علماً أن هذه المهمة مجمدة منذ أكتوبر الماضي أحمد شلحة تيارتي عربي بيروت